بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني مناورات الرسول الأعظم في عدة مناطق من البلاد في مرحلة جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية ويقوم الحرس الثوري خلال هذه المناورات باختبار عدة صواريخ خلال ثلاثة أيام بدأت وحدات تابعة للقوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني اليوم المرحلة التمهيدية من المناورات الصاروخية التي تحمل اسم الرسول الأعظم سبعة وذكر بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري أنه تم نشر كافة الوحدات والقواعد الصاروخية المشاركة في هذه المناورات في أماكن بالصحراء وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة التمهيدية من المناورات الصاروخية أرض أرض من قبل وحدات تابعة للقوات الجوية بالحرس الثوري ومن المقرر أن تشارك عشرات من مختلف أنواع الصواريخ منها شهاب واحد واثنين وثلاثة وفاتح وتندر وزلزال وقيام في هذه المناورات التي تستمر على مدار ثلاثة أيام بهدف اختبار قدرات الصواريخ أرض أرض الإيرانية وتجرى المناورات في الوقت الذي تستضيف فيه إسطنبول مفاوضات بين إيران والقوى الكبرى للتباحث حول سبل حل الخلافات حول المسائل العالقة بشأن النشاطات النووية الإيرانية وبالتزامن مع هذه المناورات واصلت عقود النفط الخام الأمريكي انخفاضها لتتجاوز خسائرها دولارين للبرميل في تعاملات متقلبة اليوم في رد فعل على بيانة ضعيفة بشأن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية أعقبتها أنباء عن أن مشارعين إيرانيين أعدوا مسودة قانون يقترح إغلاق مضيق هرب